خليني بقى اروح الى انك انت الحياة تسمعتوا عن انت الحياة؟ فعلية ظريفة جدا؟ او حدث لطيف جدا؟ انا محبش كلمة فعلية دي احنا جبناها منين انا وانا صغير مكنتش بسمع كلمة فعلية وانا متعلم لغة عربية يعني زي الجن كانش في حاجة اسمها فعلية زي ماش عاجت لنا منين دي مهم يا عم يعني كان زمان مثلا يقولك ايه في الجوة في الاخبار انا اتذكر مثلا انا استاذ محمود سلطان واستاذ احمد سمير يقولك انطلقت وقائع نغة ننقل لكم وقائع مؤتمر كذا مش فاعليات وقائع ودي احلى بالمناسبة لكن عموما خد على الحدث نفسه انت الحياة والله الاسم حلو قوي طيب ايه هي بقى حكاية انت الحياة؟ انت الحياة حدث رائع جدا بتنظمه مؤسسة حياة كريمة يبدأ امتى يا يوسف؟ يبدأ النهاردة طيب يقعد قد ايه يا يوسف؟ يقعد خمس ايام طيب ايه هي انت الحياة دي اصلا يا يوسف؟ اقولك ده تقدر تعتبره خمس ايام بيعلمون فيها الناس بتاعت مؤسسة حياة كريمة بيعلمون فيها بيوعون فيها اخد بالك توعية حالة حملة توعوية موسعة بتستهدف الانسان وتعلمه شتى مناحي الحياة فيصبح انسانا مختلفا ايجابيا مقبلا على الحياة متعاملا معاها بشكل سليم خلو اخب معنا على التليفون هند جلال مدير ادارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة اهلا 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 وسهلا استاذة هند اهلا بحضرتك يا فندم اهلا باستاذ المشاهدين كله تمام؟ كله تمام الحمد لله احكي لنا الحدوتة بتاعت انت الحياة؟ اهلا بنا فيها بيقول اليوم بدأنا نحن بمدرح حياة كنا بنشتغل على شخصين الشخص الاسفل كانت البنية التأثية والفوقية والانشاءات شخص ثاني بالتوازي كان من بنية الانسان وصد بيئة همسية كبيرة جدا لكنا بصمن ان الوعي وتنمية الفكر كما اتبت بناء وتنمية المجتمع ورحنا بنمهد او بنعمل الانشاءات البنية التأثية والبنية الفوقية نمهد البيئة لبنية الانسان اللي نقوم بيئة بعد كده انت الحياة هي مبادرة طوعوية من الدرجة الاولى بتقوم بها بتنظيمها مؤسس حياة كريمة بشراقة مع اكثر من جهة هذا تمام تحقيقا للمبدأ من مبادئ التنمية منتدامة اعضل شراقات من قبل تحصيل مدارة لمؤسس حياة كريمة او مبادئ حياة كريمة بشكل اسمال باستطاع كل مبادئ التنمية منتدامة اللي هي واحدة منها انت الحياة كلا هتستعادت من طبق قائل قرية اللي هتستعادتهم هي كريمة بشكل اسمال ولينا بتحقيق اول تحقيق ريناك في النهاردة انتلقت طب أستاذة هنبن عايز استأذنك الشبكة بتقطع جامد فلو تقفي في حتة حلوة كده نعرف نلقط منها شبكة تبقى شيء رائع طيب والله كده أحلى كتير انطلقت النهاردة فعاليات المبادئ التوعبية لانت الحياة من قرية قلهانا بمحافظة 30 يوم كان معانا أكثر من شراكة أول حاجة فيها تتامل مؤسسة حياة كريمة بمسرح حياة كريمة وقولة انطلاقاته النهاردة كانت بدأت صالح المسرح دات المقدم للأطفال بأكثر والتفاعات كريمة والتروحية حق ثلاثة نهاردة عخص فيها حياة كريمة فيها حياة كريمة طب احنا هنتحرك في الاتجاه المعاكس مالش لأن غالبا بدخلتي في حتة بزة زيادة بزة خالص على نقل الأغنية اتجاه المعاكس بقى نجرب الشبكة في الناحة التانية الموزيع جاي هزر مش ممكن وليه لا أستاذة حتى نتجاه المعاكس طلع المضروب يا جماعة ده نحظي النهاردة شرق خالص طيب على كل حال إلا أنا قدرت ألمه وفهمه من الأستاذة هند جلال مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة إنه الحملة التوعوية بتاعت إنت الحياة هي بتستهدف أهلنا في 4500 وشوية قرية اللي بتستهدفهم مؤسسة حياة كريمة الهدف هو إنه إزاي أقدر أتعامل مع حياتي في شتى مناحيها وفي نفس الوقت أنا أحافظ على كافة أشكال الحياة مش بس كده أنا كمان أسلك المسلك السليم تبقى سلوكياتي وطريقتي وأفعالي وما إلزلك كلها متنغمة مع مسألة إزاي أبقى مواطن كريم يعيش حياة كريمة يؤهل أولاده ويؤهل المجتمع المحيط لمسألة العبارة الأكثر بروزا الأكثر بريقا حياة كريمة بلا مواطن ينتهج السلوك السليم والقويم يبقى فيها ساعتها عندنا كلنا مشكلة أستاذ هند رجعت معنا ثاني مع حضرتك خالص ملكيش زنب والله بتبدأوا بقى وتلي من قرية إيه بدأنا أولى فعاليات إنت الحياة في أول محافظة إحنا هندخلها وهي محافظة الفيون حلو بدأناها بالشراقة مع أكتر من جهة وأكتر من مؤسسة ده تنفيذا لمبدأ مبادئ التنمية المستدامة اللي هي عقد الشراكات لتحقيق الأهداف ومبادرة حياة كريمة بدأنا أول حاجة مع المجلس القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة كان بيشتغل معنا النهاردة على شقين الشق الأول هو الشق التوعوي والمحاضرات التوعوية للسيدات والشق التاني كان تمكين اقتصادي بورش العمل الحرفية اليدوية بنراعي جداً أي قرية بندخل فيها أن احنا قبل ما ندخل فيها ونحط الخطة التوعوية ونقرر هنعمل إيه؟ أن احنا ندرس القرية زيدي مغرافياً ندرس خاصائص السكان اللي موجودة فيها بحيث نقدر أن احنا نقدم أكتر حاجة مناسبة لها سواء توعوية أو سواء حرفية أي أن كان تمكين اقتصادي أو توعية أي من الجهتين ده بالنسبة للمجلس القامل للمرأة اشتغل معنا النهاردة وهيكون مستمر إن شاء الله في الشغل على مدار خمس أيام قادمة كان معنا كمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بيشتغل على مرحلتين المرحلة الأولى كانت توعية للأطفال بواقع خمس ورش عمل مستفيدين 200 طفل في اليوم الأول وكمان اشتغلنا للكبار التعريف بالتدخين والتعريف بالإدمان وإزاي نكتشف الإدمان وإزاي الاكتشاف المبكر والعلاج المبكر بيكون أكثر فائدة وكان معنا كمان طبيبة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بحيث أن هي تقدم كل أوجه التعاون وكل أوجه المشورة لأي حد ممكن يكون محتاج العلاج ممكن يكون محرج عاوز يتعالج ومش قادر يوصل للجهة كمان كان عندنا الجامعة البريطانية بتشارك بقافلة توعية نفسية ودي حاجة احنا في المجتمع في حاجة ما سليها الأيام دي فكان بيشارك معانا قافلة توعية نفسية بحيث أن احنا بنوجه لي أي حد هيكون معانا اختشف من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بجانب أنه هو كمان هيتوجه للعلاج مع الصندوق هيتوجه للتوعية النفسية والعلاج النفسي بالإضافة لكده كان فيه كمان قافلة أسنان بتقدمها لنا الجامعة البريطانية بالشاركة مع المؤسسة كمان وجهنا المدخنين اللي موجودين فيها لجانب التوعية النفسية والتوعية بمخاطر التدخين كان معانا كمان وزارة الصحة بقافلة طبية موسعة استهدفت حوالي 400 مستفيد منهم 150 تم تقزيم خدمة الصيدلة الإكلينيكية أو توفير العلاج لي كان معانا مصرح حياة كريمة ده اللي كنت بتكلم حضرتك فيه مش عارفة لو سمعتني المصرح بتاع حياة كريمة ده أولى انطلاقات المصرح كانت النهاردة ده بيستهدف تغيير سلوكيات الأطفال والتوعية بحياة كريمة والتوعية بتاريخ مصر بشكل عام ده رائع ده رائع النهاردة المصرحية كان بتركز على الثلاث جوانب وكان بتركز على أهمية التعاون ما بين الأطفال لتحقيق الأهداف بمثال حياة كريمة إزاي إنها تعاونت مع كل الجهات وبتحقق أهدافها وإلا هتحقق أهدافها بإذن الله ده شيء حلو جدا 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 يا أستاذ هند حقيقة أنتم في المؤسسة بجد عاملين جهد محترم جدا فكرة المصرح دي فكرة حلوة حلاوة رائعة أهنيكم عليها وهنق صاحب الفكرة أنا ما عرفش هو مين وهنق قائمين على الفكرة لأنا مش هقدر عد مين ولا مين ولا مين شكرا جدا أستاذ هند جلال مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة انطلقت النهاردة الحملة التوعية بتاعة إنت الحياة من محافظة الفيوم